متابعيني جميعا على قناة انفو تكفوريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنهاردة هتكلم عن أداة جديدة من بريبليكستي وهي سبيسيز وهي مصممة لتنظيم المعلومات وعشان يقدر يحسن طريقة عملك الجماعي لو انت شغال مع أكتر من شخص على مشروع ده اللي ان شاء الله هنشوفه النهاردة بشكل عملي بريبليكستي سبيسيز هي عبارة عن مساحة ما داومة بالذكاء الاصطناعي بتمكنك ان انت تنشئ لئة عمل مخصوصة للإحتياج اللي انت عايزه سواء كنت بتشتغل بقى في مجال التعليم مجال الأبحاث بتشتغل على مشروع اللي يناسب استخدامك الشخصي الموضوع جدا سهل وهنشوفه النهاردة مع بعض ازاي نعمل كريات سبيس وازاي الشخص التاني بيشوف اللي سبيس ده وبيشارك من خلال الأكاونت بتاعه لما بتعمله دعوة أو بتعمله انفتيشن يلا بينا نشوف سبيسز من بريبليكستي اي اي لو رحنا لريبليكستي اي اي حبتدي ان انا ادوس على سبيسز الموجودة عندي في جهة الشمال تحت ديسكافر على طول حتدوس عليها بالمنظر ده كده حيوديك على السبيسز بعد ما نروح على السبيسز حنبتدي نروح ندوس على كريات اسبيس انا بس حابة ان انا قبل ما اعمل معاك سبيس ابتدي اروح على سبيس انا عملته عشان تشوفه وتتخيله بشكل عمل هنا ده سبيس او مساحة حتكلم فيها دايما على الليتست LLMS او احدث النماذج الخاصة بالذكاء الاصطناعي ده الوصف الخاص بالسبيس بتاعي علشان اللي يشارك يقدر يشارك ويعرف انا بتكلم عن ايه بالزبط هنا انا حطيت الانستركشنز بتاعتي وهنا الفايلز هنا بترفع الملفات اللي هي عبارة عن المصادر الخاصة بالسبيس لو انا حابة ان انا ارفع مصادر حاجات جايبها من PDF خاصة بالبحث معين او استادي معين ممكن انا ارفعه تعالوا شو بقى الموضوع ده ازاي بيتم بشكل عملي اولا هو موجود في الخطة المجانية الخطة المدفوعة فيها حاجات طبعا مميزات اكتر حقولك عليها دلوقتي ولكن انا دلوقتي حبتدي ان انا اروح انشئ الاسبيس بتاعي بشكل مجاني حبتدي اروح على سبيس مرة تانية وابتدي اقول له create a space وهنا في create a space في شوية كده مجموعات انا هنا حبتدي اكتب اسم الاسبيس بتاعي او team space بتاعي هيكون عندي مشروع بتكلم عنه the usage of AI in health care طبعا عايز تكتب بالعربي ما فيش مشكلة هو بيدعم العربية استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية هنا بتبتدي تحط ايموجي وهو بينصحك تحط ايموجي علشان تقدر تفرق ما بين الاسبيس لما يكون عندك اكتر من space هنا بتبتدي تحط ايموجي متعلق بالهيلث كير بعد ما حطيت الاموجي حاجة هنا فيه description هبتدي احط الوصف الخاص بالspace طبعا هو optional ممكن تحطه لا بس طبعا يفضل لان انت لو هيشترك معاك في هذا ال project مجموعة من الاشخاص فده عمل جماعي فلازم يكون الشخص الجديد داخل عارف هو بيتكلم عن ايه تحط كده بسرعة الوصف الخاص بالspace بتاعي هنا بالنسبة ليه AI model بالنسبة ليه المجاني مش هتقدر انت تغير الموضل اللي انت حتستخدمه ولكن هنا انت ممكن تسيب ال default عادي جدا وتستخدمه في المجاني هنا ال instructions لو انت عايز تحط instructions معينة او ارشادات معينة لشان يكون النتائج اللي بتحصل عليها من خلال طبعا ال AI model اللي هو حطيه لك يعني من عنده يكون بما يتناسب مع الارشادات اللي انت حطيتها بعد كده انا هبتدي ان انا اقول له continue علشان يبتدي يولدني ال space و ادي ال space تمام انا بس تحبيت ان انا اورهولك هدوس على ال space بتاعي عشان اشوف شكله هيبقى اعمل ازاي ده شكله ده ال instructions اللي فيه وفيه برضو مشكلة صغيرة هتواجه الناس اللي موجودة في الخطة المجانية بالنسبة الرفع الملفات علشان تأبلود الملفات لازم تكون في ال pro فدي برضو حتة هو ايه مسكني منها شوية هيخليني لازم ان انا اعمل upgrade لو انا عايز ارفع ملفات معينة ولكن لازم ان احنا برضو نشيرنا خطوة جيدة من preblex t دلوقتي انا هبتدي ان انا اشير ال space بتاعي واعمل contribution ممكن انا اعمل share مع اي حد باللينك ممكن اعمل share على twitter اخد زي ما قلتلك اللينك ال whatsapp الفيسبوك ممكن ان اخد ان اخد ان اخد contributor انا لي الحد خمسة خمس اشخاص اهو كاتب لك هو خمسة اهو جنبه اقدرنا انا ابعتها لشخص علشان يشاركني هذا ال project او هذا العمل تعالوا هنا نحط الايميل ونبتدي نروح للاكاونت كأن انا بفتح من اكاونت الشخص ده عشان اشوف يعني ما بعوط لي ايه فتحت من الاكاونت التاني اللي انا قريدي عملتله invite وكأني انا الشخص اللي ما بعوطله حبتدي اخش على الاكاونت بتاعي الخاص بpreblex t طبعا هو لازم يكون له اكاونت على preblex t وبتدي اروح لي spaces ومن spaces حيلاقي ال invites المبعوطي له فده مثلا اخر invites ما بعوطي له هنا حلاقي رسالة بتقول لي you have been invited to contribute حقول له accept انا عملت accept لي الدعوة بتاعته حبتدي بقى هنا اتواصل بالthread اللي انا حبتدي ان انا اكتبها وفي امكانية عادي بقى هنا ان انا ارفع ملفات من داخل الشات نفسه ما فيش مشكلة انت هنا مش محتاج انك انت تكون في البرو بلان ولا اي حاجة هنا برضو هو عشان يرفع files للأسف لازم يكون في ال upgrade ممكن هنا ان انت تشارك ملفات عن طريق ال attach ولكن الميزة هنا الخاصة بيه الملفات ان انا برفعها لل space ان هنا هو بيدور في هذه الملفات وبيدور كمان في ال web الاثنين علشان يديني اجابة دقيقة فهنا الملفات دي كأنها source او مصدر بقول له هتدور في ايه او ايه topics اللي انت هتدور فيها ولكن ده لا يمنع ان انت ايضا هتستفيد من خلال السورس اللي انت ممكن ترفعها من خلال اشات نفسه ان انت هتبتدي تروح هنا لل attach وتبتدي ان انت ترفع bdf ترفع ملفات نصية وتبتدي ان انت تشاركها مع الاخرين عبر ال space ده بالنسبة لي privacy space اتمنى تكونوا استفدتم من معلومة النهاردة تحديث حالو ومفيد وحيفيد ناس كتير جدا من اللي بتشتغل على مشاريع من خلال عمل جماعي زي بقولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تعمل subscribe للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولكنتم متبينة الاعزاء ما تنساش لايك وشير والكمنت دومتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته